هذه أبرز العناوين مونشستر يونيتد يصدم المغربي سوفيان أمر بط خبر عجل برشالونا تعلن التعاقد مع أصغار لاعب مغربي رسميا الرسائل المشفرة من المغرب إلى رئيس ريال مادريد بشأن نهائي المونديال والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مونشستر يونيتد يصدم المغربي أمر بط تلقى المغربي سوفيان أمر بط ضربة جديدة لمساعيها من أجل البقاء مع مونشستر يونيتد حيث يتبقى يومان فقط على انتهاء فترة إعارته في الأولترافورد قبل عودته إلى فيرونتين الإيطالي من جديد وحسب ما ذكرت تقارير ثعوفية فإن مونشستر يونيتد اتخذ قراره النهائي بعدم شراء عقد أمر بط بصورة نهائية حيث قرر مسؤول الشيطان الحمى عدم تفعيل بوند الشراء ليغضو اللاعب على أعتاب العودة إلى الدور الإيطالي بنهاية الشهر الجارية ورغم أن صفقة اللاعب المغربي لن تزيد في قيمتها عن 21 مليون جنيه استرليني إلا أن مونشستر يونيتد يرغب في إحدى توراة داخل صفوفه ومن أبرز من لمحها التخلص من كارلوس كازيميرو وسوفيانا مربطة إضافة إلى الدانيمارك كريسيان أريكسن وسبق للعديد من الأندية إبداء رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي صفوفيانا مربطة أبرزها أندية برشلون الإسباني وفولهام الإنجليزي وإساميلان ويوفينتوس الإيطاليين كما يحضر اللاعب أيضا باهتمام من أندية في الدور السعودي لكرة القدم خبر عجل برشلون تعلن التعاقد مع أصار لاعب المغربي رسميا في خطوة مهمة لمسيرته الرياضية انتقل أحمد أبر كان اللاعب المغربي الشاب إلى نادي برشلون الإسباني لكرة القدم أحمد الذي ولد عام 2010 يشغل مركز الضهير الأيصر والمدافع وقد أظهر مهارته اللفتة مع نادي جيرون الإسباني مما جذب إليه انتباه العملاق الكاتلوني برشلون ويمثل الانتقال إلى برشلون الإسباني فرصة ذهبية لللاعب المغربي أحمد ليثبت نفسه في واحدة من أقوى وأشهر الفرق في العالم هذا التحول يمكن أن يكون نقطة طلاق حقيقية له نحو النجومية حيث أن نادي برشلون معروف بقدرة على تطور المواهب الشاب وصقل مهارتهم للوصول إلى أعلى المستويات وكانت عائلة أحمد أبركان حاضرة وهي فخورة بإنجاز ابنها خلال توقعه العقد مع النادي الكاتلوني ويظهر هذا الدعم العائلة القوي مدى التزام أحمد وطموحه في تحقيق أحلامها الرياضية كما يعكس الانتقال الجهد الكبير الذي بدله أحمد للوصول إلى هذه المرحلة إدفة إلى مهاراته الفائقة في الملعب الرسائل المشفرة من المغرب إلى رئيس ريال مدريد بشأن نهائي المونديال أكدت لجنة الترشيح المشترك بين المغرب البرتغال وإسبانيا لاستضافة منافسة كأس العالم 2030 عدم مناقشة عدد الملاعب المحتضنة للمواجهات وتوزيع المباريات بين الدول الثلاثة ونشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا تؤكد فيها أنه لم يتم خلال مناقشاتها اتخاذ أي قرارات نهائية فيما يتعلق باختيار عدد الملاعب أو توزيعها الجغرافية أو عدد المباريات التي سيستضيفها كل بلد من البلدان الثلاثة ووضحت اللجنة المشتركة أنه سيتم إبلاغ أي معلومات رسمية حول هذه الجوانب عبر القنوات الرسمية المخاصصة لذلك ويشار إلى أن لجنة الترشي عقدت اجتماعا جديدا في مدينة أغادير يومي السابع والعشرين والثامين والعشرين من يونيو الجاري تؤكد فيه وضعها لأخير اللمسات على ملف استضافة مونديال 2030 ويسأل اتحاد الدولي لكرة القدم لاستغلال علاقته بنادري المدريد الإسباني لضمان تنظيم نهائي كأس العالم 2030 على ملعب السانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وحسب صحيفة ماركا المقاربة من أسوار الفريق المدريدي فإن هناك اجتماعا هاما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم برأسة السويس ريجيان إنفونتينو ونادي ريال مدريد بحضر رئيسه فلارونتين بيريز بشأن نهائي كأس العالم الذي سينظم سنة 2030 بشكل مشتركين بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وبحسب المصادر ذاتها فإن الفيفا يراب في إقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب السانتياغو بيرنابيو باعتباره أهم ملعب في الإسبانيا غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلم أن ريال مدريد لا يستطيع ولا يريد تخلي عن ملعبه لفترة طويلة مشارة إلى أن الفيفا تحتاج للشماع مع قادة ريال مدريد وعلى رأسها فلارونتين بيريز تحطم سيارة الجزائري محرز في حادث السيارة تعرضت إحداث سيارة النجم الجزائر ريال محرز لحادث مروري في مقطعة شمال غرب إنجلترا حسب ما ذكرت صحيفة داصنة ونشرت الصحيفة البريطانية صورا للحادث الذي تعرضت له سيارة محرز من دون الإشارة إلى ما إذا كان النجم الجزائري هو من كان يتول القيادة أثناء وقوع الحادث وجاء في تقرر الصحيفة تركت سيارة ريال محرز الخارقة من طراز أودي مغطاة بالخدوش بعد تعرضها لحادث السيارة وتبعت استضمت سيارة أودي إغسيس سيكس ذات المقود الأيصار بشاحنة بيضاء في مقاطعة تشيستر ويقال أن الاستضام وقع ظهر يوم الخميس السابع والعشر من يونيو ونوهت بأنه لم يتضح من كان يقض السيارة أثناء تعرضها للحادث وتظهر الصور زيارة السوداء التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه استرليني وقد تعرضت لخدوش كبيرة في الجناح الأمامي لجهة الراكب ويبدو أيضا أن الضرر قد لحق بالعجلة الأمامية لجهة الراكب وأظهرت صورة أخرى السيارة وهي موضوعة على الجزء الخلفي لشاحنة السحب يذكر أن محرز يدفع حاليا عن ألوان نادي الأهل السعودي الذي انضم إليه في صيف العام الماضي قادما من نادي منشستر سيتي بعد أن قضى في الصفوف الأخير ستة مواسم ناجحة روما ينضم إلى الأندية الراغبة في التعاقد مع انصيري عبر روما الإيطالي عن رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف انصيري المحترف في الصفوف إشبيلية الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وافد الصعوف الإيطالي نيكولو شيران نادي روما الإيطالي أبدأ اهتمامه بضم الدولي المغربي يوسف انصيري في الوقت الذي لم يذكر فيها أي تفاصيل إضافي حول هذا الموضوع وكان الصعوف بشبكة سكايسبور وديكاليتي قد أكد في وقت سابق أن تتنهام التسبير الانجليزية يستعد لإرسال عرض يتراوح بين 15 و 20 مليون يورو لإشبيلية من أجل الحصول على خدمة المهاجمة المغربية البالغ من العمر 26 عاما هذه أبرز العناوين مونشستر يونيتد يصدم المغربي صوفيان أمر بط خبر عاجل برشلون تعلن التعاقد مع أصغر لاعب مغربي رسميا الرسائل المشفرة من المغرب إلى رئيس ريال مادريد بشأن نهائي المونديال ترجمة نانسي قنقر